نفتح معكم هذه النافذة ونرحب بضيفنا في سيديوهات الغد سيد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سيد عصام يونس أهلا بك معنا الحرب مستمرة على قطاع غزة إسرائيل لا تزال تستهدف بشكل مباشر المدنيين أبدأ بتصريحات المفوض العام للأنروا سيد فريب لازاريني قال أن ثلثي المدارس التي تديرها الوكالة في قطاع غزة تعرضت للقصف السؤال هنا كيف يمكن تكييف استهداف المدارس كجريمة حرب بموجب القانون الدولي اتفاقيات جينيف والبروتوكولات الملحقة بها الأيام الأخيرة شهدت ما هو أقصى أعتقد أن الأيام الماضية هي الأيام الأقصى على قطاع غزة منذ بدء الحرب لأن نشهد استمرار مكثف لجريمة الإبادة الجمعية ومرة أخرى هي أبعد حتى من موضوع جريمة حرب استهداف المدارس واستهداف الأعيان المدنية بمختلف مكوناتها سواء مرافق طبية بون تحتية وما إلى ذلك هي جزء من تلك العملية المنظمة جريمة الإبادة الجماعية وهي أخطر الجرائم على كل الأحوال المشكلة الآن أن العالم كما نقول عبر الشاشة الكريمة شاشتكم بأن الوقت هنا يحسب بشكل مختلف يحسب من دم تلتي المدارس في قطاع غزة تم تدميرها وزير التعليم العالي في فلسطين يقول بأن 80% من المرافق التعليم العالي أيضا تم تدميرها والأرقام تتحدث عن نفسها في هذا الموضوع أذكر هنا منذ يومين صدر تقرير أنا أعتقد أنه بالغ الأهمية والخطور تقرير عن مجلة ذات مصدقية أكاديمية محترمة مجلة طبية اسمها لانستر تقول بشكل واضح جدا أن من المتوقع حتى غسطس القاتل أن يكون عدد الشهداء في قطاع غزة ما بين من يستشهد من القصف المباشر وبين من بشكل غير مباشر جراء المجاعة المفروضة وغياب كل المرافق الطبية والمرض والتشار الأوبئة والصرف الصحي وما إلى ذلك أن الرقم سوف يصل إلى 186 ألف شهيد هذا يعني بأنه نحن أمام عشر سكان قطاع غزة يعني حوالي تبدل دب 8 إلى 10% من سكان قطاع غزة وهي تستخدم مدخلا أكثر محافظة لأنه في حالات النزاعات والحروب الحديث يدور من 3 إلى 15% نسبة من قد يتوقفون ضحايا بشكل غير مباشر من الحروب بالتالي هنا مشهد بالغ الخطورة تمثل وتمظهر غير مسبوق لجريمة الإبادة الجماعية وإعادة للتصريحات يعني التصريح وزير الدفاع الإسرائيلي جلن مرة أخرى يعيد التأكيد على أن من هم في غزة حيوانات بشرية وبالتالي يعطي لنفسه المبرر الأخلاقي والقانوني والسياسي لاستمرار استهداف المدنيين الآن يتم الدفع بالكتلة السكانية من شمال قطاع غزة ومن جنوبها لأنه رفح أخلية تماماً وشمال قطاع غزة يتم إخلاءه والآن يتكدس المواطنين فيما مساحت وطلت قطاع غزة طلت مساحت قطاع غزة الكتافة السكانية في قطاع غزة عشية السبع من أكتوبر ستلاف وتسعة عشر فرد على الكيلومتر المربع الآن الرقم يصل إلى حوالي خمستعشر ألف فرد على الكيلومتر المربع طبعاً في ظل الغياب كل المرافق الأخرى بالضبط بصفت محطات صرف صحي ودور عبادة ومساجد ومدارس ولم يبقى الشيء في القطاع وهناك انتشار لمياه الصرف الصحي وأطنان آلاف الأطنان من القمامة وأكتر من نصف السكان الآن هم مصابون بأمراض مختلفة أنا لا أتحدث عن الأمراض المزيدة نعم سيد عصام يونس إذا نتحدث عن أرقام خطيرة جداً صعبة لا يمكن لأحد أن يتقبلها لكن للأسف العالم يتقبل هذه الأرقام اليوم نعم لماذا؟ لأنه هناك اغتيال للحقيقة وبالمناسبة أنا أعتقد أنه مهم ربما ليس هو الوقت لتأصيل ذلك في الثقافة الغربية الكولونيالية الاستعمارية البيضاء ولكن اغتيال الحقيقة يعني أنه يعلم تماماً أن ما يحدث هي حقيقة facts on the ground ولكن هو يحاول أن يقدم سردية مزيفة الغرض الرئيس منها ودلالتها أن هناك ثقافة منحطة متدنية وهناك ثقافة أعلى الطفل الأشقر دول العيون الزرقاء له اسم وبينما الأطفال في خطاع غزة أرقام ليسوا أسماء وبالتالي يعني ذلك جزء من العقيدة الخطيرة التي تمارسها ورأة أخرى يعني دولة الاحتلال فيما قامت به من ارتكاب هذه الموبيقات والجرائم وأقامت دولتها على جثة الفلسطينية وعلى حقوقهم يعني دول أخرى في العالم يعني أنشئت وأقيمت على بنفس الطريقة على جثة لوندو الحمر وعلى جثة السكان الأصليين في دول كثر من العالم وبالتالي تقاسم هذه الرؤية خطير جدا هذا الاستعلاء التقافي والعنصري تجاه الآخرين هو ما يتسبب فيه طيب ما العمل يعني عندما نتحدث عن عشرة أشهر من الحرب إسرائيل تدعي أنها تستهدف حركة حماس أنها تستهدف المقاومة في قطاع غزة لكن في المقابل الشهداء هم من المدنيين الأطفال النساء كما تبعنا في المجزر المروع التي ارتكبت يوم أمس في شرق خانيونس اليوم الحديث أيضا عن حركة نزوح كبيرة من الشمال إلى الوسط في هذه الجزئية تحديدا ما العمل ما الذي يمكن فعله على صعيد قانوني على هذا المسار من أجل إجبار إسرائيل على الأقل أن تحترم القانون الدولي الإنساني أن تحترم اتفاقيات موقع عليها من كل الأطراف ذات العلاقة يعني لنتفق مرة أخرى على أن هناك اختلال غير مسبوخ في ميزان القوة على المستوى الكوني وهناك كيل بميكلين وأذكر هنا بقصف مستشفى في أوكرانيا في كييف منذ أيام وردت الفعل الأمريكية وحلفائها اتجاه ذلك بينما قصفت كل المستشفى في قطاع غزة وتم تدميرها وتم تدمير البنية التحديد الصحية ورد الفعل الأمريكي مختلف تماما إعطاء الإسرائيليين مساحة من الزمن والوقت لإكمال هذا المسلسل من الإبادة الجمعية بينما في أوكرانيا ونتحدث هنا عن قصف مستشفى وبالنهاية هي جرائم ونحن نطالب بالتحقيق في كل استهداف العيان تابعنا كيف تم تناول قضية قصف روسي على مستشفى أوكراني أما في قطاع غزة قصف طال مستشفى في غزة فيها عدد من المقاتلين حتى في الصياغة الخبرية هناك اتهام للضحية ولوم الضحية هذا صحيح هناك إخراج لكل المستشفيات نحن شاهدنا بشكل مباشر لا يمكن لأحد أن يدعي أنه لم يسمع ولم يرى ما حدث في مستشفى الشفاء الإدعاء بأن هناك هدف مشروع بالتالي يبرر الاقتحام مستشفى الشفاء دخلوا مستشفى الشفاء ويعني قتل مرضى وطواقم طبية واعتقلوا وتم تدمير كامل كامل مرافق المستشفى وفي النهاية لم يكن هنا شيء بينما والعالم العالم لم يوقف ما قامت به دولة وتكرر المشهد في المستشفى الاندونيسي وفي المستشفيات أخرى مستشفى ناصر وهناك مقابر جماعية يعني تم الحديث عن حال الجرائم أضحت فقط مجرد مادة خبرية يتم بثها والتعاطمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط بكل أسف خطورة ما يحدث هو الاعتياد عليه بمعنى أن المشهد يتكرر وبالمناسبة يعني منذ حوالي أيام يعني نحن كنا يعني نتحدث أو كانت الذكرى العاشرة للعدوان الأخير في 2014 في 2014 خلال 51 يوم استشد حوالي 219 فلسطيني بينما في الأسبوع الأول من 7 أكتوبر لـ 14 أكتوبر استشد 2214 فلسطيني في ذلك الوقت كنا نطالب العالم بالتحرك كنا نتحدث عن مدنيين محميين بموجب فواعد القانون لم يتحرك العالم لم يعمل مبادئ المحاسبة وبالتالي وكنا نقول دائما بأن الأسوأ قادم إذا العالم لما يتحرك على مشهد بالغ الفضاعة نتحدثون عن إبادة جماعية أخطر الجرائم على الإطلاق طالما بقي العالم يكيل بمك يلين ويوظف توظيفا نفعيا قضايا العدالة وقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي في ذلك المكان من العالم أعتقد أننا سوف نشهد مزيد من التحلل من القواعد الأخلاقية والقانونية التي حكمت العالم ومره دائما أذكر من خلال شاشتكم الكريمة بأن النظام الكوني الذي وضعه الحلفاء المنتصرون بعد الحرب العالمية الثانية من قواعد تضمن عدم تكرار ويلات وأهوال الحرب العالمية الثانية يعني أمم المتحدة ميثاقها ثم مختلف مجلس الأمن اليونسكو وخلاف والعالم يعني دعا يعني متقل الأمم المتحدة إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين والتعاون الدولي لنشهد الآن أفول ذلك النظام أنه أصبح أضيق من أن يحتوي وأن يعالج مثل هذه النزاع المتالي هو ضعيف أمام إسرائيل هو كاشف هو كاشف وليس منشئ يعني ما حدث في غزة هو كشف العوار القائم في النظام الكوني نظام القانوني القانون الدولي واضح أنه لبعض الجماعات وليس لكل الجماعات على دول ودول أخرى على دول أخرى حتى حتى كنا نعتقد دائما وأنا أذكر هنا بما كنا نقول على مدى تسع شهور عبر شهر الشهر الكريمة بأنه كنا نعتقد أننا نتقاسم كما الآخرين جزء من جماعة العالم المتحضر بعض من القضايا الأساسية العدالة الإنسانية الأخلاق لنكتشف أننا لسنا متفقين على قتل الأطفال على مبادة أساسية يعني قتل الأطفال موضوع لسه قد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ لا يوجد فجور أكبر من ذلك ليس بعد الكفر ذنب وأنا أعتقد أنه أنه الآن العالم أمام المتحان حقيقي بالمناسبة الموضوع ليس موضوع قانون الدولي الموضوع موضوع سياسي قانوني دبلوماسي وهذا فعلا للتساءل إذا كان موضوع سياسي قانوني دبلوماسي أين هي محكمة العدل الدولية محكمة الجنايات ما الذي جرى على هذا المسار أين هي الدعاوة التي رفعت من جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الآلاف من المدنيين في قطاع غزة يعني أولا محكمة العدل الدولية قامت بدورها بإصدار ثلاث قرارات ثلاث مرات في يناير وفبراير ومارس تدبير إجرائية للقيام بها فورا إلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع حصارها عن قطاع غزة وحماية المدنيين هناك قرارة قامت بها المحكمة النظر في الموضوع في القضية من الناحية الموضوعية هذا موضوع يأخذ وقت بمعنى إثبات أن ما يحدث إبادة جمعية متحدث هنا عن الفعل الجرمي والقصد الجنائي هو برسم المحكمة نحن في انتظار ذلك من المحكمة المحكمة العدل الدولية قامت بدورها ولكن العالم لم يحترم تلك القرارات بمعنى إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ تلك القرارات وهو واجب قانوني هناك يعني في القانون الدولي بالذات في موضوع الإبادة الجرعية هل مصطلح تخادر هو مصطلح قانوني؟ أعتقد أكثر من ذلك أنا أتحدث هنا عن مؤامرة مؤامرة نحن نتحدث عن أطراف كتر في المجتمع الدولي هناك نوعين بشكل واضح جدا نحن ضاق صدرنا بدور المجتمع الدولي لأنه تسع شهور والمدنيون يقتلون والدم يسيل في قطاع غزة لم توقف الحرب الإدارة الأمريكية بمكالمة تليفونية من السيد بايدن يستطيع أن يوقف الحرب كل الأسلحة التي تلقى في قطاع غزة هي أسلحة أمريكية في نهاية الأمر وبالتالي هناك في أحسنه مؤامرة صمت تجاه ما يرتكب في قطاع غزة وفي أسوأه اشتراك فعلي في جريمة الإبادة الجمعية هذا فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الجنائية الدولية يعني محكمات تتعرض إلى ضغوط غير مسبوط عندما قرر المدعي العام أن يطلب من الدائرة التمهيدة في المحكمة إصدار أوامر اعتقال قبل أن يصدر القرار تقدمت المملكة المتحدة بريطانيا في محاولة دقوبة لإعاقة عمل تلك الدائرة والدائرة استجابت وبالتالي أعطت حتى الشهر القادم الدول وما فيها بريطانيا للتقدم بتسبيب عدم اختصاص المحكمة في النظر أو في محاكمات أو اصدار أوامر اعتقال بحق الإسرائيليين ويعني هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لأن المحكمة حسمت ذلك بأن المحكمة نظامها ينطبق على الأراضي الفلسطينية وهي ذات اختصاص أشكرا جزيلا الشكر الحديث بقية بكل تأكيد أمام هذه الحرب المستمرة للشهر العاشر على التوالي سيد أصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان شكرا جزيلا شكرا جزيلا